بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمدين وعلى الله عليه وصحبه وسلم. فما بعد. ان شاء الله هنحل مع بعض في ده قواعد الوحدة التانية اللي هي على الصفات والمقارنة والتفضيل والقصة دي. هنحل كل جملة ونحللها واحدة واحدة. اتمنى ربنا سبحانه وتعالى ينفعكم بالعلم. وربنا يعلمكم ما ينفعكم. اتمنى لكم التوفيق والسداد. ويا ليلة طبعا زي ما احنا متعودين. قبل ما نسمع الفيديو كده نعمل لايك في الفيديو ونشت في القناة. في ناس عاملوا حركة كده على بيتني جدا بياخدوا بتاعت الفيديوهات وينشروها على على جروبات بتاعت التليجرام اللي هم مشتركين فيها. ودي حاجة محترمة جدا. وانا قدرتها جدا يعني. عشان كده النهاردة برغم ان انا مرهق جدا جدا لابعد حد. الى ان انا قررت ان لان اتكاسل او متكسلش يعني. وكمل واشتغل في الكتاب. علشان ان شاء الله رب العالمين كده نستفيد. اه في حاجة عملتها. كتاب اسمه زيتونة ده بتاع جزئية العمالقة يعني. اه ا انا صورت منه جزئية عشان نحلها معكم وننشرها مع بعض كده ونستفيد بيها. وهصور برضو جزئية اللي في كزا كتاب عشان نحلها. والقصة من كم كتاب كده عشان القصة دي للاسف مهملة نوعا ما فعايزين نغطيها بشكل محترم. يا ريت اب تبدأ تسمع الفيديو وتشترك في القناة. ما تكسلش تشترك لان انت يعني اه حاجة كده من رد جميل يعني زي هميقوله كده لان انا بقتطع من وقت راحتي عشان سيادتك تتعلم وتستفيد. فيا ريت ما تنس اه واتمنى انك تقوم بتستفيد. انا ما بيسيبش جملة غير لما حللها بما يرضي الله. ولما انا لفيت كده وتجولت على اليوتيوب ما لديتش حد بعمل كده خالص بصراحة يعني. فدي حاجة محترمة. اتمنى انك تستفيد بيها ان شاء الله رب العالمين. واتمنى التوفيق لليك ولكل زميلك. والسلام عليكم واتلا وبركاته. بسم الله. الاول كده هنبدأ سؤال سؤال ونحللهم ونفصلهم ونفصصهم. يلا لو انت لسه ما عملتش لايك الفيديو ابدأ كده باللايك الاول. وتعالى نبتدي. اول سؤال بيقول لي نقطة كورز ار تشيبر دان نيوونز. قبل ما حل السؤال ده عايزة تفهم الملحوظة او الفكر الراجل بيلفة حولها في السؤال ده هي كالتالي. انك ممكن تقول لي موبايلز يعني ايه موبايلز يعني معناها الموبايلات الهواتف يعني الهواتف المستخدم طب لو جينا في جملة تانية قلنا يوزنج موبايلز. يوزنج دي اللي هي عملية استخدام الهواتف. عملية استخدام دي هي عملية واي فعل بندفل اي انجي بيبقى اس مفرد فهنا نتعامل معها لانها مفرد. فاز. لكن دي الهواتف المستخدمة الهواتف دي جمع فنقول ار. هو ده الفكرة اللي الراجل بيرنع عليها في السؤال ده. فعشان كده اقول لك كورز ار جابها ار يبقى انت عايزة المستخدمة يبقى يوزد. طيب الجملة رقم اتنين بداية اتعامل كلمة دي معناها يغادر او يترك ومعناها يترك وظيفته مسلا معناها يغلق. كويت الاخيرة اي دي معناها الى حد ما. وده ظرف. كويت الاخيرة اللي اه اي تي دي معناها هادئون. طيب كويت دي معناها سريع. وبتستخدم كصفة او ظرف. طيب المهم عندي في الموضوع. عادي تفهم من كويت اللي هي الى حد ما دي بيجي بعدها صفر. عشان كده اقول لك اي كويت اجري. انا اوافقه الى حد ما وبناء على ذلك كويت. طيب الجملة رقم تلاتة نفس القصة اللي حكيناها قبل كده ولدائما نقولها ان في دائما كده حاجات بتشوفها في الجملة تعرف ان دي تفضيل مباشرة. منهم رقم واحد كلمة ايفر. ايفر دي بنستخدمها مع التفضيل. رقم اتنين انك تقول لي ان وتجيب بعدها اسم. رقم تلاتة انك تقول اوف اول. الناس دي كده باستخدم معها التفضيل دائما مباشرة بشكل مستمر. على سبيل المسال اقول لك اماني از زا تولست ان ماي فاملي. او اماني از زا تولست اوف اول. او اماني از زا تولست اوف ا افر سين. وبناء على زلك حضرتك هنا في الجملة دي المفروض تقول لي. انت عايز تفضيل يبقى يعني اكتر فيلم مضحك انا شفته في حياتي. طيب. اه رقم اربعة. وليد ده عنده او طوله عشرين سنتي. انت كده بتكلم عن وليد وامه. حلو هم اتنين. يعني مقارنة. ازا انت هتستبعد. اي حاجة لها علاقة بالتفضيل. فعشان كده هتقول بقى. حتى في اخر جملة هقول لك بتبتد بتطول نفسها كده. او بتحبه كده يعني. لما تحضنه فهي بتطول نفسها كده بتقوم على تغفرها كده يعني. معنى كده ان الولد ده عشرين سنتي اطول من امه يبقى طولر دان اللي هي رقم سي. طيب. طبعا اقل طولا ودي موجودة زي ما انت عارف احنا متفقين ان بيجيب بعدها الصفة نفسها. انتبه للكلام اللي هقول لك عاية ده عشان كلام ده مهم. انت بتستخدم وتجيب بعدها الصفة نفسها. يعني عشان كده بيقول مسلا علي از. علي از. سترونج زان مونة. لس سترونج زان مي. لس سترونج زان اي حد. حلو? انت جبتلي لس وبعدها الصفة. لكن عندك بقى كلمة وعندك 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 الاتل. الناس دي كلها كده يا صديقي الغالي بنجيبها بعدهم صفة مقارنة. عشان كده بقول لك ايه? احنا ممكن نقول اعلي از او وهكذا. طيب ارجع كده لجملة رقم اه خمسة انت قلتلي. ام وليد عشرين سنتي. نقط هم. يعني هي بالنسباله لما تيجي تاخد في حضنها بتقف على ضافرها كده عشان تقوله. يعني هو اطول منها. يعني معنى كده ان هي عشرين سنتي اقل منه. ليبقى لس طول زان هم. طيب احنا في اربعة كده. في اربعة قولنا اه قولنا اه وليد عشرين سنتي اطول من امه لكن امه عشرين سنتي اقل منه. طيب ده فرقم خمسة. اه ستة بقى فاندم بيقول لك معناها هيحضن ويحتضن فكرة او يتبرنا فكرة او يعتنق ديانة. اه بقول لك ام وليد بتموت نفسها كده لما تيجي تاخد في حضنها اصلي هو عشرين سنتي اطول. اطول يبقى طولر. طب من اخدش طولر زان ليه لان طولر زان لازم بعدها المفعول الناحية دي. اقول لك مسلا يعني اطول منها. طيب رقم سبعة. بقول لك بطبيعتها. ما هدي انسانة هادية. هادية يعني كويت. اللي هي رقم ايه? طيب رقم تمانية. قال لك كم واحدة يا ابني? تلاتة. اذا انت كده بتكلم على مقارنة مش تفضيل. عشان انت بتكلم على تفضيل فتقول لي من بين التلاتة فما هدي اهدى واحدة. يعني كده كم واحد اتنين. بما انهم اتنين يبقى انت عايز مقارنة يبقى ومعنى الجملة ان مها بتكون اهدأة من اختيها. والله ما دام اصلا انت عارف كويس ان نقاز ونجيب بعدهم صفة. وبعدين لو الجملة كتنفي. طيب لو كانت الجملة اثبات فبنجيب صفة ما ينفعش هنا سولي انها الجملة كده اثبات. طيب المهم انت ترجم الجملة. بقول لك ماها اخوات ماها الاتنين. مش ايه زيها. اكيد مش طوال او هدئين زيها. الفكرة وما فيها انك انا بتستخدم الصفة نفسها. فانت عايز آآ يعني انت عايز صفة وعايزك تفهم ان الصفة الصفة اللي في النص بتكون المصدر بتاع الصفة. طيب انا عارف انك انت زكي. بس بصراحة رودينا ازكى. ازكى يبقى رقم سي. بنا بقول لك تاني كده انا عارف ان انت انسان زكي بس رودينا ازكى. وعلى فكرة كممكن نقول لكن رودينا ازكى منك. رقم اتناشر بقول لك اي نو سما اند ملك انا عارف ان سما وملك دول ازكية. ركض عشان الجملة دي مخادعة. بقول لك انا عارف ان سما وملك هما الاتنين ناس ازكية. بس رودينا ازكى من هما الاتنين. يعني انت حطيت رودينا في طرف والبنتين التانين دول في طرف. يعني دي مقارنة. يبقى تقول اللي يرقم بي. بس يخد بالك. عارف انت لو شايل كنا هنقول يعني ايه? الازكى من بين الجميع. بس انتبه انك كنت هتحزف زين بوث الاول عشان تستخدم او على طول ما غير وقد تبقى صح. طب تلتاشر اسماء زين. استنى كده يا مستر في حاجة ما شفتها في الاختيارات وانا واثق تماما انها غلط. اللي هي مور. ممنوع تيجي مور بعدها قبل صفة المقارنة اطلاقا القصيرة. يعني الصفة القصيرة ما فيش معاها مور. لا تقول مور طول ولا مور طولر. فدي مش شيء. عندك زين فطول كمان طلعت برة. دي مزبوط عشان دي مزبوطة عشان دي مزبوطة. يا ترى هي بقى اقل طولا ولا اطول تعان تشوف. اسماء زين هير سستر نادا نادا ازا شورتست نادا دي اقصر واحدة. يعني اسماء اطول منها. يبقى زين هير سستر نادا. نادا ازا شورتست آآ تمام يبقى احنا كانت اتفقنا ان احنا في الجملة اسماء اطول من اختها نادا. اصلي نادا دي هي اقصر واحدة في العزبة كلها. طيب رقم اربعتاشر. اسماء زين هير سستر نادا. اسماء ازا شورتست استنى كده. اسماء اقصر واحدة. يعني ما كده ان اسماء اقصر من اختها. يبقى انا عايز شورتر. طبعا هو مش مديني شورتر في الاختيارات فانا هياخد مكانها بقى لس طول. لس طول يعني اقله طولا. اقعد اقول لس طولر ركز في الكلام كويس. لس طول يعني اقل طولا. اقعد تقول لس طولر ما فيش حاجة اسمها لس طولر. رقم خمستاشر اسماء از نوت سو نوت سو واز يبقى انت عايز صفة نفسها باشا اللي هي صفة از او سو صفة از المهم انها طول. مقررة باختها اللي اكبر منها. اية از مقررة باختها اللي اكبر منها. في اية دي عايز معها از. زين عايز بعدها الاسم هنا. زي لما يكونوا تلاتة وانت ماشي. لك انا بتكلم على مين على على اية واختها. يبقى معنى الجملة على بعضها كده ان مقارنة باختها الصغيرة. فاية هي اه باختها الكبرى يعني اية اصغر واحدة او اصغر منها. طيب يبقى طيب بعد كده هنا صح? يبقى انت عايز تفضيل. مدام انت استخدمت وان يبقى عايز تفضيل اللي هي زي اصلا 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 دي زيها دول بينجيب بعدهم تفضيل على طول. اقول لك مسلا علي بالمناسبة عايزك تعرف ان كلمة بنجيب بعدها اسم. لكن بنجيب بعدها صفة. عشان هي ممكن يكون عليها سؤال. انا مش عارف لسه مشفتش اسئلة. بس المهم علي از زا بست ستودينت. يعني علي هو از افضل الطلاب. او علي از زا موست اه مسلا اه انتليجنت. دا موست انتليجنت ستودينت. يعني اكتر طالب زكي. طيب ارجع كده لجملتك. في تمنتاشر. بقول لك عمر از جود ات لانجوجيز. عمر دا شوطر في اللغات. هوافر ولكن زياد از بس زياد افضل ما هو انت بتقارن عمر بزياد يبقى بطر. طيب. اما لي ما اخدش زا بست. ما هو زا بست لما يكون تلاتة وانت ماشي لكنا بتكلم على عمر وزياد بس. معاز از ماي دي فكرتها كالتالي. احنا متفوقين ان لما يكون عندك صفة ملكية زي ماي ويور والناس تقول. او ابوستروف اس الملكية. او زا الناس دول بيحلوا محل بعض. بنجيب بعدهم الصفة اللي اخرها على سبيل المسال. اقول لك ماي طولست طولست فريند. يعني اطول اصدقائي. او زا طولست فريند. او مسلا انك تقول عمرز طولست فريند. يعني اطول اصدقاء عمر. هاي. فبناءا على زلك ان ماي دي مكان هنا مين? مكان زا يا فندم. طبعا انت عايز بعدها تفضيل. يبقى زا اللي هيدي. طب ما تاخدش زا ليه طيب ما هو ماي مكان زا. ما تقولش ماي زا ابدا. طيب يبقى احنا في تسعتاشر كتب فانا الاجابة عشرين. بقول لك كجر راح قلب. بروفيسور مجد يعقوب از نوت زا ان اني اثر سرجن. بتر نون ومور ويل نون لتنيندل بنفس المعنى ومعناهم اكثر شهرة من. يبقى انت كده عندك ايه? عند بي. طيب ليه ما ناخدش يا فندم ويل نون. اصل ويل نون دي مش مقارنة. كن ممكن نقول عشان زا اللي موجود دي. معتز اه معتز ده هو صديقون ايه يا ترى? ولا 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 دي عايزة زا. فانطلحها بره. دي تفضيل عايزة زا. فانطلحها بره. بقى معك عايزة زا. فاطلع بره برضو. يبقى ركم ايه? يبقى احنا كده في واحدة وعشرين قلنا معتز ده بيكون لطيف القلب او طيب القلب. ايه القلنا اللي بعد كده. معتز از زا نوت فريند. زا دي بقى تفضيل. دي بره عشان ما فيهاش حاجة خالص. ودي برضو بره. ودي مقارنة بره. عشان انت عايز زا بتفضيل. طيب ركم تلاتة وعشرين. معتز از ماي ماي دي يا مستر مكان زا. نوت فريند. اه. انت بما انك انت قلت لي ماي يعني مكان زا فانت عايز تفضيل. وما فيهاش زا ماي مكان زا. يبقى انت اتخذ لي يعني اكتر واحد قلبه طيب. اربعة وعشرين. اقول لك انا لا يمكن ان انكر. ان هذا هو اول فيلم ايه بالنسبة لك بطل. طيب تعا نشوف. عايز از. هو عموما ماي دي مكان زا. يبقى انت عايز ماي وعايز تفضيل. يبقى ماي موست سكسسفل فيلم. از اهيرو. طب ما الفيرس دي اللازمتها في الموضوع. ما هو. عايز يقول لك ان ده كان اكتر او اول الافلام النجح بغزارة في حياتك بطل. تاني كده بقى اي كان دي ناي زا. زيس از ماي فيرس موست سكسسفل فيلم. لعني انت لو شلت موست دي من هنا ماي موست سكسسفل فيلم از اهيرو. وانا شايف ان دي اصلا فرطة شال لانها كده المعنى هيكون ركيك بوجودها. طيب خمسة وعشرين. اي كان ديناي ذات زيس از نات فيلم افر. فور مي از اهيرو. ان اعتقد ان انكر او لا يمكن ان انكر ان هذا هو اكسر الافلام نجحة بالنسبة الى اكسر افلام نجحة يبقى زا موست. اللي هي دي. طب انت لما خدتش هنا زا موست يا عم ما عشان كان قالك قبلها ماي. على فكرة هو لو كان قالك ديس از ماي كنت هتشيل زا. ازان دي مقارنة لأ. احنا عايزين نقول وكان ينفع. يا دي برة كنت هطلع برة. برضو اطلع برة. طيب برضو اطلع برة. يبقى انت هتاخد انتبه لفكرة اللي هي. انت لو عايز يضحب كلمة من دول ولا مور. لا احنا هنضحب تاب ليه يا مستر. اصل الصفة مش هتكتمل الا لما يكون في مور. وعدين الصفة. وبعدين زان. اللي قبلها ده بقى وغيره ده اسمه حشو كده. اسمه زار في درجة. عشان يبين لك درجة الصفة. طيب فاحنا في رقم سبعة وعشرين. ياسمين از نوعة زان سلمة. ياسمين. ايه بالنسبة لسلمة? لسا بنقول. عايزة بعدها مقارنة. ابيت يانجر. فدي برة. قلتل برضو يانجر. اطلعي برة. ايفن يانجر. دي مزبوطة. ايفن دي بتيجي مع صفات المقارنة. لما تقول ايفن مور آآ ومقارنة. او ايفن يانجر ايفن مور اكسايتينج وهكده. يبقى انت كده اخدت لي. ياسمين از ايفن يانجر ذان سلمة. يعني ياسمين اكتر صغرا من سلمة. رضينا يعني بتشتغل بجد اكثر مما انا افعل. او مني. تعال نشوف. اي دو موجودة. طيب فيه هنا مي لا ما فيش. يبقى انت كده عندك اي دو وكان ينفع في الجملة دي عم تاخد آآ تاخد مي. طيب رضينا از رضينا تكون اكسر جدية في العمل مما انا اكون. يبقى انا عايز ايام. وعلى فكرة كان ينفع مي. طيب انا عندي ايامه وكان ينفع مي. انتبه انك انت هنا عندك فعل فناخد له فعل مساعد دو. هنا عندك فالفعل مساعد مع طيب زا مقارنة زا مقارنة على طول يبقى زا على طول. طب ما هو في مقارنة هون عايزين قبلها زا. انت عارف احنا بنستخدمش زا مع المقارنة الا في حالتين. حالة اولانية انك تستخدم زا مقارنة الناحية التانية برضو تجد في الجملة زا ومقارنة. دي اول حالة. الحالة التانية انك تقول لي زا مقارنة الحالتين دول بس نستخدم زي مع مقارنة. حلو الكلام. غير كده زي اجي مع التفضيل. انا وصلت انا وصلت متأخرا. انا وصلت متأخرا. متأخر يعني ليه? طب همال ايه دي اللي هي الثاني من بين اتنين. لو انت قرأت فصل لو انت عندك كتاب مكون من فصلين اتنين فتقول لي محبيتش الفصل ولكن احبيت التاني. طيب الحاجة التانية بقى. زي اللي هو الثاني آآ او سوري يعني المتأخر او الاكثر تأخرا. طيب اذا انت بتقول انا وصلت متأخرا يبقى ليه. وما لقيمة ان اخد ده هي بس من غير زي. كان ممكن اقول لك وصلت متأخر اكتر منك. طب عمر زان مين? والله في هنا زان. يبقى انا عايز مقارنة. ليه تلقى? دي قلنا الثاني من بين اتنين ما لهاش دعوة. يبقى رقم سي. يبقى انا في اتنين وتلاتين كده ولتلك سي. طب اتنين وتلاتين. اه بيقول لك حسين was not to arrive. حسين كان الشخص الايه الذي وصل. الاخير الذي وصل. يبقى زي الليتست. على فكرة. زي الليتست تو arrive. زي اللاست تو arrive. وهكده. انا حبيت الحال الاولان بصراحة. اصل التاني اكثر صعوبة. التاني من بين الكم حل الحلين. يبقى انت عايز رقم بي. طب خمسة وتلاتين. which of the is correctly structured. ايه من دول يا عمي معموله ترقيم سليم? تعال نشوف. علي is as high as احمد. لا ما هو مش هاي. هاي دي مع المباني. احنا مع البنى قدمين بنقول هاي. علي is the same height as احمد. اه رقم سي دي مظبوطة. ما هو ده same واسم مظبوطة. طب علي is as طولر. لا as بنجيب بقاها الصفة نفسها يا مستر ليه طول. علي is as long 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 دي مع المسافة حضرتك. طويل مع المسافة. طويل مع البنى قدمين. هاي دي مع المباني زي ما اتفقنا. اذا الايجابة رقم خمسة وتلاتين. الراجل عايزك تختار الايجابة لايه? وما فيش حاجة خالص غير رقم سين. طيب ستة وتلاتين. بقول لك. من اللي عم معمولة ترقيم صح? لا. المفهود انك انت بتجيب من الاول او ان وبعدين الصفة وبعدين الاسم. فكان مفهود تقول لي فدي بره. برضو بره. لازم او ان. يبقى رقم دي. طيب سبعة تلاتين. هذا التطبيق يكون مفيد. يبقى على فكرة كان ممكن نقول بمبدأ انك انت تجيب الظرف وبعد الظرف تجيب صفة. طيب. على فكرة ممكن نقول لك يعني مستعمل. مش جديد ولا حاجة. طب تلاتين يا فندم. آآ كريم لأ اللي مفهود تبقى صفة اسم فدي بره. دي قلبها احنا بنجيب الصفة الاول وبعدين اسم. دي مزبوطة. برضو مش مزبوطة. يبقى احنا نتفقنا بنجيب او ان صفة اسم. ندا بتكون عطوفة لكن دي كده معناها نوعا من انواع. معناها بعطف. رازم نجيب بعدها الاسم التاني. طيب اربعين. هذا الطبق طعمه لذيز لذيز يعني لكن ونجيب الطبق التاني كانت تنفع. على فكرة كانت ممكن اقول لك او اه اكتب بعشانا لاخبطنا يعني كم ممكن نعمل دي كده يعني هذا الطبق طبق لذيز يعني هذا الطبق طعمه لذيز مذاقه لذيز. طيب واحد واربعين يبدو انها منقسرة القلب. تبدو حزينة. خد بالك بعد كلمة بعد كلمة بعد كلمة اللي معناها يبدو. بعد كلمة اللي معناها يبدو. بعد 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 الناس دي كلها كده عم بينجيب صفة. خد بالك واقع تنسى كمان كلمة اللي بنجيب بعد كل صفة. طيب هي تبدو حزينة. انت دايما دايما طول حياتك طول حياتك بتكرر وتقول ان احنا منجيب الصفة. وبعدين الاسم. حلو? الا لو كان الاسم ده اللي هو مسلا. فانت بتجيب والعيز بدي كلها كده. وبعدين الصفة. عشان كده بقول لك ايه? عايز اقول لك انا بدور على شخص زكي. انا بدور على الشخص يكون ايه? زكي. او ممكن كنا قولنا وبعدين اي اسم في الدنيا ترتيب الصفة كالتالي معاه. انك بتجيب او ان وبعدين الصفة وبعدين اسم. الا عيلة القصة دي كلها كده. فانت بتجيب مين الاول يعان? بتجيب الاول وبعدين الصفة الاخر. طيب. برا. برضو برا. انت بقولي بقى عايز استرخي. يبقى انا عايز مكان هادئ. يبقى في تين واربعين كده انا اخد سيه. ليس هناك شيئا مختلفا. او ما هي صح. ليس هناك شيئا مختلفا. مش بشكل مختلف. دي برا زي ما اتفقنا برا. احنا قلنا ايه? ان مع معايلة دي. القص دي كلها يعني. لو احنا كنا بنقولها زمان الفاعل غير معروف. بينجيب من الاول بينجيب الفاعل غير معروف الاول وبعدين الصفة. فهنا جاب لك الصفة الاول فدي غلط. يبقى الاجابة كده رقم ايه? يبقى ليس هناك شيئا مختلفا. اربعة واربعين دي جملة فيها فكرة وهي جملة خربوشة. بيقول لك ايه? لأ هو عايز اقول لك الولد الخائف. بس الاول بس انا عايز اقول الولد الطويل. فهنقول زيت هو البوي. طب الولد الولد الخائف. قال لك يا عم الحج ان كلمة خائف اللي هي افريد ما ينفعش نجيبها قبل الصفة. طيب فعشان كده بوي ان افريد دي مش مش ركب على بعضيها. افريد بوي دي منطقيا انت رجماتي حلوة لك ما حيث القواعد غلط. ما نفعش نجيب بعد اسم. طيب فانت بتقول بقى انا كنت اشعر بالشفق على الولد الذي كان خائفا اللي هو رقم سي. طب بوي اف افريد ايه اف دي مش عارف. المهم بعايزك تفهم ان الصفات اللي زي اويك. الناس اللي هما فيهم ايه في الاول دول زي اويك. زي اه 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 زي ايه قولنا افريد. الناس دي كلها ما ينفعش ان احنا نجيب بعدهم اسم. دول لا يأتي بعدهم اسم. طب الحل انك هتقول زي بوي الولد مسلا هو از او ووز على حسب الزمن انت عايز تستخدمه افريد. الولد الذي كان خائفا. طيب ارجع بقى يا عم خمسة واربعين. ايه من دول برضو. طبعا انا هسيب الاولة دي مش هقراها. هسيبها الاخر. طيب عشان لما احتفى حاجة. بقول لك هنا. قلنا لسه حالا الصفات اللي بدأ بالآ ما يجيش بعدها اسم. فدي بره. برضو نفس القصة بره. برضو نفس القصة مش مترتبعة صح. المفوضن احنا قولي بقى احنا اعتقدنا ان الرجل كان غير اه كان على قيد الحياة. يبقى معناها على قيد الحياة. الفكرة بتاعت الجنة التانية. ان دي صفة ما ينفعش نجيب بعدها اسم. طيب بعد قصة اربعين. الولد الشربية كان ممتاز جدا في اللغة الاسبانية. طيب السؤال بقى دلوقتي. احنا عايزين هنا ظرف درجة. ازتي في المقارن في التساوي. ومين دي مش ظرف درجة. معك ومعك ومعك حلو. طيب انت هتقول بقى الولد كان يعني ممتاز. ودي صفة معقدة. يعني اي صفة معقدة? احنا قلنا قبل كده ان في نوعين من الصفات. في صفة عادية? احنا قلنا في صفة عادية. وفي صفة صفة معقدة شوية. الصفة العادية زي ما قلنا يعني جوعان. بنقول مع الناس دي. حلو? طيب وفي صفة معقدة من اللي هي يعني يموتوا جوعا. دي بقى القمة بتاعت الصفة. هنا بقى ما نفعش ناخد معها فيري بناخد معها وانتايرلي. ان ده بس اكيد عارف الكلام ده انا افكرك. طيب عندك برضو كلمة يعني غاضب. من ناحية التانية بقى دي معناها شديد الغضب. بناخد معها من فعش نقول لكن ناخد معها عادي. طيب ارجع كده بشر للجملة اللي بعد كده رقم سبعة واربعين. بقولك صفة عادية. يبقى ناخد فيري. آآ هذا التمثال او هذا الاثر يعني قديم. معنى كده ان هو معناها اللي هي دي. فاكر انت سبحان الله قلناها بالصدفة هنا. انا قلت لك بالصدفة هنا ان ايه? ان فيري بتسوي بتسوي بس قبعة تقول مع دول خالص. طيب ارجع بقى كده تاني كده. انت قلتلي ان قديم يعني اللي رقم ايه? طيب تسعة واربعين. طيب تعال نشوف كده? آآ لأ. دي احنا بنسميها صفات غير قابلة للتفاوت. يعني ما نفعش منها مقارنة. ما نفعش دد ودد وحورات دي. عشان كده يعني الجملة كده مزبوطة بالمنظر ده. طيب خمسين بقى. انا عايز اقول لك انما تقوله مستحيل. ما دي برضه مستحيل مش من الصفات الغير قابلة للتفاوت. فما نفعش ناخد معها ولا ولا مست. يبقى انت كده معاك رقم دي. انما تقوله مستحيل لا يمكن ان يصدق. انا كده خلصنا القزئية القاعدة كده. حيلا دلوقتي هنقعد هبدأ اسجل في فيديو الامتحان. عشان هنقرأه على ماهلنا كده نقرأ قطعة. وطبعا ده اعلان الكتاب بتاع زي اجزام. انا زي ما معدتك واحل الكتاب المعاصر. ولو لقيت اقبال زي ما اتفقنا هكمل معاكم في امتحان زي اجزام. وبكده هبقى انا وفرت عليك مبلغ محترم. كنت هدفعه في سنتر او هدفعه المستر على الاونلاين. انا بعمل معك ما كده مجانا. في مقابل ان حضرتك باعوا حلوة كده محترمة منك. وانك هتعمل لايك للفيديو وتكتف الكومنت تحت. اكتف الكومنت اي حاجة حتى لو ذكر. هيدوم ان شاء الله رب العالمين. وممكن كل حد يقرأه تاخد تواب عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.